مرحبا بكم مشاهدين الكرام من مصقط عاصمة سلطنة عمان في هذه المقابلة مع سماحة المفتي أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرحبا بكم سماحة المفتي أهل المسهل ومرحبا بكم في مصقط نلتقيكم سماحة المفتي بعدما صدافت مصقط ندوى حول تطور العلوم الفقهية تحت عنوان فقه رؤية العالم والعيش فيه المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة لماذا هذه الندوى الآن وما الهدف منها تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه من المعلوم عند كل إنسان أن الجنس البشري جعله الله سبحانه وتعالى جنساً مدنياً بطبعه اجتماعياً بفطرته فكل فرد من أفراد البشر هو بحاجة إلى جميع طبقات البشر الحاكم بحاجة إلى المحكومين بجميع طبقاتهم وكذلك الأكس فالمحكومون بجميع طبقاتهم هم بحاجة إلى الحاكم وبحاجة إلى كل طبقة من هذه الطبقات ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون حياة الإنسان لا تكمل إلا بالتداقل مع الآخرين ومن خلال هذا التداقل لا بد من أن يكون هناك تجاذب وتدافع فلذلك كانت برورة داعية إلى أن يوضع نظام للتعايش الاجتماعي ما بين طبقات البشر الجميعاً وهذا مما جاء به الإسلام لأنه دين الفطرة دين يبوء كل شيء مبوء وينزل كل أمر منزله ويعطي كل حادث حكمه فلذلك كان الإسلام يؤنى بهذه العلاقات التي بين البشر على اختلافها يؤنى بالعلاقات الاجتماعية ما بين الزوجين والعلاقات ما بين الأبناء والبنات من ناحية والآباء والأمهات من ناحية أخرى وبين الإخوة وبين الأقارب وبين الجيران وبين المسلم والمسلم وبين المسلم والإنسان أيًا كان وما بين الإنسان وبين هذا الكون المترام الأطراف الذي جعل الله تعالى الإنسان هو قطب رحاه الذي تدور عليه فإذا كان بحث مثل هذه القضايا من الضرورة بمكان لأجل أن يعرف الإنسان موقعه في الحياة الاجتماعية بين المجتمع البشري ولأجل أن تتبين للناس حقائق الإسلام التي يجهلها الكثير من الناس فالكثير من الناس إنما يأخذون الإسلام من تصرف المنسوبين إلى الإسلام ولا ينظرون إلى قيم الإسلام الموجودة في تضائف تعاليمه في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وفي المنهج الرشيد الذي كان عليه السلف والصعب سماح لي سماحة المفتي إلى من تشير بالضبط هل الفئة التي تتحدث عنها أنه التي دخلت الإسلام وعلى أي حال كثير من الناس إنما ينتسبون إلى الإسلام ولكن مع ذلك قد تكون هناك تصرفات تصدر من بعضهم تجاه بعضهم البعض تجاه المسلمين أنفسهم فيما بينهم وتجاه الآخرين تسيء إلى الإسلام ولا تعكس الصورة الإيجابية للإسلام فينبغي أن نعرف الإسلام من خلال تعاليمه والمبدأ لا يدان من حراف أتباعه على المبدأ يظل مبداً والأتباع أو المنسوبون إلى المبدأ هم يقاسون بموافقتهم ذلك المبدأ أو انحراف أمان ولا يقاس المبدأ بهم هل إحساسكم في سلطنة عمان هو الذي دعاكم إحساسكم بهذه المخاطر هو الذي دعاكم إلى عقد هذه الندوة ووضع عنوان لافت لها فقه العيش مع الآخر في المذاهب الإسلامية من المعلوم أن سلطنة أمان فيها التعايش بين المذاهب الإسلامية من قديم الزمان ولم يغمط بحمد الله أحد حقه في هذه السلطنة بل كل أحد سواء كان مسلماً أو غير مسلم والمسلم على أي مذهب كان يوفر حقه كاملاً غير منقص فلذلك نحن نريد أن نقدم إلى الناس النموذج الذي وجدناه هنا في سلطنة أمان أو الذي عيشناه هنا في سلطنة أمان فهذا مما يفيده الناس الجميعاً تم تجديد سماحة المفتي خلال الندوة على أن فكر الإسلام هو فكر مستقر وأن المسلمين يعيشون مع أصحاب الديانات الأخرى سواء بسواء أين نحن الآن اليوم من دعوات الفرقة والتسجيش المذهبي التي نسمعها هنا وهناك مما يوسف له أن يكون بين المسلمين هذا التقاطع وهذا التدابر مع الأسف الشديد وهذا مما ذكرته من أنه يعكس صورة غير إيجابية للإسلام هذا التقاطع ما بين الأمة والتنابس بالألقاب والتقاذف بالأحكام القاسية مما يمزق شمل الأمة ويجعلها أشلاء ممزعة وأوصالاً مقطعة مع أنه من الواجب الاتحال الله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون ويقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وينهى سبحانه وتعالى عن التفرق كما ينهى عن الاشتراك به فهو تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله الجميع ولا تفرقوا ويحذر من اتباع المسالك التي تؤدي إلى التفرق لذلك يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أظيم كما يحذر الإسلام من أي تصرف يؤدي إلى تمزيق الشمل فيما بين الناس فهو تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيسى الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا أي حذب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم ثم يبين أن الأصل البشر جميعا هو أصل واحد وأن الناس لا يتفاضل كلام وفتاوة تصدر من هنا وهناك ومن بعض العلماء يعني من أصحاب ممن لهم أتباع ومريدون هناك مثلا فتاوة صدرت مؤخرا يعني كما تعلمون هناك الوضع الأزمة السورية هناك بعض الفتاوة التي صدرت عندما أتوقف لأنه كانت لافتة عندما يتحدثون عن السبي سبي النساء غير المسلمات أو يعني من بعض المذاهب للأسف أو حتى عما وصف بجهاد المناكحة يعني هذه الفتاوة هذا كلام عجيب يعني أن يكون هناك جهاد جهاد مناكحة هذا أمر أول مرة أسمع به في حياتي ولم يخطر ذلك على بالي ولم أطلع عليه في أي مصدر فقهي هذه تصرفات شادة وأنا أقول دائما بأن هذه التصرفات إنما تنشأ عن عدم التعمق في فهم الإسلام وفهم الدين وفهم الفقه في الدين إنما هذه التصرفات تنشأ بمثابة ردود أفعال ردود الأفعال هذه يجب أن تحاكم إلى الحكم الشرعي ومع ذلك دائما أمركز على الأفعال نفسها لأننا قبل أن نحاول إلاج ردود الأفعال علينا أن نحاول إلاج الأفعال التي سببت هذه الردود ولكن هناك منابر إعلامية تتيح الفرصة لبعض من يطلقون أو يصدرون هذا النوع من الفتاوى سماحة المفتي وبالتالي هناك من يتلقف هذه الفتاوى ويعمل إلى تنفيذها ويمكن أن يسيء إلى صورة الإسلام والمسلم المعتدل نعم أنا أسلم لهذا بأن الفتاوى الخارجة عن طريق الصحيح هي التي تؤدي إلى مثل ما ذكرتم من الإساءة إلى الإسلام وتؤدي أيضا إلى تمزيق شمل الأمة أولا قبل كل شيء علينا أن ندرك قيمة الإنسان في الإسلام الإنسان في الإسلام أيا كان له قيمة ولا يجوز الأدوان على حياته إلا بسبب ارتكبه بنفسه الله تعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس الجميع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع فإذا لا يجوز قتل نفس لم ترتكب هي جريمة قتل ولم تقم بالإفساد في الأرض أيا كانت هذه النفس ومع هذا أيضا النفس المؤمنة لها حرماتها الزائدة بسبب إيمانها فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعظب الله عليه ولعنه وأد له عذابا عظيم السباح تلفتي سنستكمل حديثنا وإياكم بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير مشاهدين ونعود مرحبا لكم مجددا مشاهدين الكرام من مسقط في سلطنة عمان في هذه المقابلة مع سماحة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرحبا بكم مجددا طبعا كنا نتحدث قبل الفاصل سماحة مفتي عن الفتاوى التي تصدر هنا وهناك وعن المنابر الإعلامية التي تتاح لبعض المشايخ أو ممن يصدرون هذه الفتاوى أنتم في موقعكم كمفت عام لسلطنة عمان وأيضا من ضمن موقعكم في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين كيف السبيل إلى تنوير الناس والمواطنين من الفتاوى الخاطئة والباطلة؟ نحن عندنا مقياس نقيس به كل كلام يصدر من أي شخص كان لأن أي أحد كان لا يكون كلامه تشريعا ولا يكون فعله تشريعا إنما التشريع مما جاء عن الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء في كتاب الله هو التشريع المحكم الذي نأخذ به وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده أيضا تشريعا متقنا محكما نأخذ به ونعتمد عليه أما ما يأتي من قبل الناس فكل أحد في كلامه المقبول والمردود وكل أحد في كلامه الصحيح والباطل كل أحد يؤرض كلامه على هذا الأصل الذي يجب أن نحتكم إليه الله سبحانه وتعالى علمنا كيف يكون هذا الاحتكام قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن التقول عليه بغير ألم هو أمر جلل أمر عظيم يقرن بالإشراك به يقرن باتخاذ إله مع الله الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمهم وجعل قضية التحليل والتحريم ليست مكولة إلى أفهام الناس وإنما من الذي حق له أن يصدر هذه الفتاوى التي توجب على المسلمين أن يتبعوها هو العالم الذي جمع ما بين الألم والوراء العالم الذي جمع بين الألم والوراء أما الألم فلابد من أن يكون عارف بكتاب الله وبسدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمواقع الإجماع ومع ذلك عليه أن يكون عنده حصيلة من ألم أصول الفقه وعنده حصيلة من علوم العربية لأن العربية هي وعاء القرآن الكريم ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا بفهم العربية ولابد أيضاً مع ذلك أن يكون عارف بمقاصر الشريعة وأن يكون بجانب ذلك أيضاً متحرياً للحقيقة وأن يكون ابن عصره لا أن يكون يعيش في ظلمية لا لا أن يكون ابن عصره لأنه لا بد من أن يكون ملماً بأحداث الأصر مطلعاً على القضايا التي في الأصر حتى يستطيع أن يؤطي الحلول على هذه المشكلات المستجدة سباحة المفتي الربيع العربي الذي وصف في المنطقة هذا الربيع الذي شهدته بعض الدول العربية البعض يصفه بالخريف أتى بعشرات الألاف من معطنيقي الأفكار الإسلامية المتشددة وجعلهم لاعبين مؤثرين في المشهد السياسي وكذلك الأمن في بلادهم وأيضاً في بعض المناطق المحيطة هل ترون في يد الأفكار خطراً على دول المنطقة وعلى العالم الإسلامي؟ أنا أقول كل شيء يمكن أن يعالج بالرفق وبالكلمة الهادئة الهادفة وبالتوجيه السليم وبالأخذ باليد إلى النهج الصحيح نحن كما قلت أول الأمر علينا أن لا نعتني بردود الأفعال بقدر ما نعتني بالأفعال قد تكون هناك أفعال سببت هذه الردود ودفعت هؤلاء إلى التطرف ومجاوزة الحلول فإذا علينا أن نردم الهوة التي هي بين المبادئ والواقع حتى يعيش الناس في واقع يتفق مع المبادئ إذن لن تكون هناك مشكلة لكن هناك من يرى في هذه الوسطية التي تتحدث عنها سماحة المفتي نوعا من التخاذل ويرون أن دعواتهم أو أن مشاركتهم في بعض ما يجري على السحة العربية أو الإسلامية أنه هو من باب الجهاد أنا لا أنكر كل دفع لمفسده هو جهاد سواء كان بالكلمة سواء كان بالعمل سواء كان بالتوجيه سواء أي دفع لمفسده هو جهاد ولكن مع ذلك علينا أن نؤطر هذا الجهاد في الإطار الشرعي هل لك أن تشرح لنا لو سمحت في أي إطار إذا قدنا مثلا في سوريا هناك أزمة هناك صراع هناك مطالب لبعض محقا ولكن هناك أيضا دم يراق باسم قضية ما هنا وهناك طيب ألا الكل أن يكف أن إراقة الدماء بغير حق سواء جهة النظام أو الجهة الأخرى ألا الجميع أن يكف أن يحترن هذه الدماء نعم كما قلت نفس الإنسان أي إنسان كان لها حرمات وغاد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسال في الأرض فكأنما قتل الناس الجميع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع هذا كله مما يجب أن يكون على بالب منا وأن لا دماء كل نظام عليه أن يحترم الدماء وأن يتهاون وأن يحترم حقوق الناس في نفس الوقت أن الناس عندما تكون أنهم ردود أفعال عليهم أن يضعوها في مواضعها الصحيحة وأن لا يتعدوا الحدود طيب كيف تتعايش سلطنة عمان يعني التي تعيش هذا التوافق بين مختلف المتاهب كما ذكرت لنا في البداية وأنه الكل يمارس شعائره دينية بحرية هنا كيف تتعايش السلطنة مع الطرحات المتشددة الوافدة من الخارج؟ طيب هذه الطرحات المتشددة مهما كان تشددها فإنها تذوب عندما تصطدم بالواقع عندما تصطدم بالواقع المعتدل تتلاشى وتنتهي بمشيئة الله سبحانه وتعالى ونحن مطمئنون بأن كل ما يتجاوز حدود الاعتلال سينتهي فأما تزبدوا فيذهبوا الجفاء وأما ما ينفعوا الناس فيمكتبوا يعني من خلال متابعتي طبعا يعني كان هناك بعض المحاولات لبعض أطراف متشددة في الماضي ولم تلقى صدى المطلوب أو الأرضية الخاص به هناك كان بعض المذهب المتشددة التي سعت إلى التغلول داخل المجتمع العماني منذ أكثر من عقدين وأكثر من محاولة كانت سمحت المفتد على كل حال الأقلية الأمانية هي أقلية متفتحة أقلية تميز ما بين النافع والضار والفاسد والصالح سمحت مفتجاء في المدة رقم واحد من القانون العام لمنظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم وتحديدا في الفقرة الرقم الثلاثة أن التسامح مسؤولية مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان هل تعتقدون أن واقع المسلمين اليوم يترجم هذا المبدأ الذي حض عليه الإسلام منذ أربعة عشر قرنة؟ هذا الواقع يجب أن يعالج حتى يتفق مع هذا المبدأ هذا الواقع إن خرج عن هذا المبدأ أو خرج عن هذا النهج فإنه يجب أن يعالج إلاجا حكيما حتى يؤول بمشيئة الله تعالى إلى هذا النهج النفس الإسلام طبعا دعا إلى نبذ العصبية الجاهلية وللأسف هناك من يرى أنه ثم تعودة إلى هذه العصبية في بعض المواقع هل ترون أنت الأمور من هذا النظار في بعض الدول؟ لا ريب أن العصبية الجاهلية بكل أنواعها ممنوعة للإسلام سواء كانت هذه العصبية للدم أو كانت هذه العصبية لللون أو كانت هذه العصبية لأي اعتبار من الاعتبارات الإسلام لا يقر هذه العصبيات يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة والناس كلهم يعني خلقهم الله من أصل واحد من أب واحد ومن أم واحدة عليهم أن يرأوا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا البيان في حجة الوداع أمام الجمهور من الناس عندما قال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نقوة الجاهلية وتعظمها بالآباء وتفاقرها بالآباء كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى سمحت مفتي في ظل الدعوات والفتاوى التي أشارنا إليها التي تصدر عن بعض الجهات المتطرفة فكيف السبيل إلى طمأنة أتباع يعني أديانات الأخرى داخل العالمين العربي والإسلامي وخارجهما أيضا يعني هناك صورة سيئة للأسف ينقلها أو تنقلها بعض السائل الإعلام عن أشخاص تسيء إلى صورة الإسلام ككل على أي حال بجانب كون هناك تصرفات تسيء إلى الإسلام من خلال التعامل مع غير المسلمين أيضا هناك تصرفات تسيء إلى المسلمين فلابد من أن يكونك أخذ وأطاع الأمة المسلمة مطلوبة بأن تأخذ حقها بيد وأن تؤطي الآخرين الحق باليد الأخرى لا أن تكون الأمة المسلمة أيضا مستخذية وذليلة ومهينة يخرج الناس من بيوتهم سواء المسلمون أو غير المسلمين يخرج الناس من بيوتهم وتهدم البيوت على رؤوسهم ومع ذلك حتى لو مجلس الأمن أصدر قرارا بإدانة هذا يستخدم حق النقض لأجل تمرير هذا الظلم هذا أيضا نحن لا نقر فالتطرف يجب أن يقالج من قبل أي جهة كانت سمحت بفتي إذا كان لي أن أسأل طبعا في ظل حالة الأتدال التي تشهدها الساحة الإسلامية في سلطنة عمان والعلاقات الطيبة التي تنسجها السلطنة بشكل عام حتى على المستوى السياسي هل يمكن لكم أن تطرحوا مبادرة ما إسلامية قادرة على جمع الأطراف المتضادة والمختلفة والمتبين على ساحة الإسلامية على الأقل من أجل تقريب هذه الندوة كانت خطوة إيجابية وهي خطوة إيجابية بالتأكيد لأن تسمح بالنقاش لكن باتجاه قمة أكبر قمة ربما أو مبادرة إسلامية نحن نادين بهذا منذ عقود من السنين ولا نزال ننادي بهذا وعقدت الندوة هنا قبل السنين تتعنى بهذا التقريب وردم الهوة التي بين الأمة على كل حال في ختام هذه المقابلة أشكر سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مشاهدين الكرام المفتي العام لسلطنة عمان ونائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعتكم لنا مع تحيات بعثة الميادين إلى مصقط في سلطنة عمان دمتم بخير وإلى الملتقى اشتركوا في القناة